بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع كلمتنا اليوم الوسطية هي الطريق الأمسل آمن المسلمون بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم امتسالا لقوله سبحانه في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آزان يسمعون بها لقد سجلت تاريخ الأمين مواقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسجاياه وشمائلة موصولة بكتائب الفتوح الكبرى التي حملت اللواء الأغر فبلغت به ما بين وديان السند والرافدين والنيل إلى أقصى المغرب حيث رفعته على قمم الأطلسي قبل نهاية القرن الأول للهجرة وهذا لم يتأتى إلا بالعمل الجاد والكفاح الدائب مصداقا لقوله تعالى في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة حيث ورد في السيرة العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى الغزوات مع أصحابه قد أحضروا بين يديه شاتا يريدون زبحها فقال أهدهم يا رسول الله علي زبحها وقال الآخر علي سلخها وقال الثالث وأنا علي طبخها فقال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب فقالوا يا رسول الله نكفيك مؤونة جمع الحطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره عبدا من عباده متميزا على إخوانه فالمؤمن مطالب بتحمل مسؤوليته في هذا الوجود والله سبحانه وتعالى لم يتركه ليتخبط في بيداء الحياة بلا هداية بل هيئ له السبيل وهداه النجدين مبينا له سبيل الخير والشر عن طريق الرسل عليهم السلام والكتب السماوية ومنحه من القدرات وهيئ له من الأسباب ما يساعده على القيام بتحمل مسؤوليته خير قيام مصداقا لقوله تعالى في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولنا في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأسوة الحسنة مصداقا لقوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مولد الأمة الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي الفاضل حيث أنه من السابت تاريخيا أن شبه الجزيرة العربية وما حولها قبل البعثة سواء من ناحية العقيدة أو الأخلاق أو السلوك أو السياسة أو الإجتماع كانت هذه الأمة تعيش على هامش التاريخ تعبد الأصنام والأوسان وترزح تحت نير الهوى والشهوات والمطامع الاستعمارية ويقتل بعضهم بعضا وتنشب الحروب بينهم لأتفه الأسباب وتسود فيهم الرزائل والفواحش ويبطش القبيل بالضعيف وهنا جاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فوحد عقيدتها وجمع قبائلها وأزال العداوة والبغضاء والحقد بين أفرادها وحرر أفكارها ونقلها من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم وحولت أبناءها من القسوة والغلظة إلى اللين والرأفة والرحمة ومن عصبية الأسرة والقبيلة إلى أخوة الدين والعقيدة والإيمان فكانت البداية تربية الفرد الذي هو أساس بناء تكوين الأمة فبدأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منذ البعث في تربية أصحابه تربية خاصة تقوم على عقيدة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكان كل فرد كالطوض الشامخ تتزلزل الجبال ولا يتدحزح عن عقيدته ثم من الفرد إلى الجماعة حيث أن تكوين الأمة من تكوين أفرادها وفي مدى ربع قرن ابتملت جميع عناصر الأمة في الجزيرة العربية وقامت الدولة الإسلامية الرشيدة على يد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن يكون منهاج هذه الأمة ما برد في قوله تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالله عز وجل أمر بالوسطية لتكون معيارا للأداء ذلك المعيار الذي لا يكون بالفضفاض الذي يسهل معه تحقيقه ولهو بالضيق الذي يتعذر معه إنجازه وإنما يكون معيارا وسطا وقد أدت الأمة الإسلامية الواجبات الملقات على عاتقها والمتمثلة في الآتي أولا تبليغ الدعوة الإسلامية إلى أهل الأرض لتزرع الخير فيها وترفع عقيدة التوحيد بين أبنائها وذلك باتباع وجوبية تبليغ الدعوة الإسلامية قبل القتال علاوة على عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ثانيا تحقيق العدالة وإقامة القسط والحفاظ على حقوق الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم لقوله تعالى في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وسالسا الأخلاق حيث تربت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق القويم والسلوك الطاهر المستقيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعست ليتمم مكارم الأخلاق ورابعا الحس على العلم والأخذ به فقد كان العرب قبل الإسلام أمة مبتلاتا بالجهل والجاهلية ومحرومة من الثقافة والعلم فتنزل الوحي الأمين للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن الكريم بالحس على العلم والأخذ به في أمور الحياة المختلفة ويتمثل ذلك في الأمور التالية أولا قد ورض في الكتاب ذكر العلم ومشتقات العلم مئة وخمسين مرة علاوة على الجمع بين العلم والقلم مصداقا لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان ما لم يعلم وسانيا القسم بالقلم وآساره فقال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون وكذلك الدعوة إلى الاستزادة من العلم وقل رب جدني علما جاءت هذه الآية في سورة طه وسالسا الحس بالأخذ بالتجارب العلمية قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ورابعا وصل العلم بالضمير الأخلاقي والوازع الديني قال الله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وخامسا جمع القرآن بين التعليم والتربية كما جاء في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة والدعوة إلى المساواة والحرية فلا فضل لأحد على آخر إلا بالعمل والتقوى حيث أن الجميع سواسية وقد ورض عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وتظهر المساواة جلية في دستور القضاء الذي وضعه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وصيته التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين بلّي القضاء قال عمر رضي الله عنه آس بين الناس في وجهك وقضائك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك أخي المؤمن الكريم إن المسلمين الأولين الذين أخذوا بالكتاب والسنة وكما هو سابت تاريخيا كانوا أكثر تطورا وأبعد أسرا وأعمق فكرا وأشد قوة وأعظم تنظيم من اليابانيين فقد امتدت فتوحاتهم ما بين النيل إلى أخصى الغرب حيث رفعت لواء الإسلام على قمم الأطلس قبل نهاية القرن الأول للهجرة وتستمر الفتوحات الإسلامية لتصل إلى بلاد الأندلس وحتى جبال الألب في جنوب فرنسا كذلك لأنهم أخذوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنه لتأخذنا رجفة القهر لما نحن فيه حيث فرقتنا العداوة والبغضاء والأهواء والأطمع ودارت فينا حروب البغي الحاصدة والمعارق الساحقة بعضنا لبعض وبأسنا بيننا شديد غير أننا لا نلبس أن نسترد أنفاسنا من آهة القهر حيث تترى لنا حشود المنائين من المسلمين وقد أفاقوا من سباتهم وأخذوا يلتفون حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذته ينابيع الخير تتفجر أمام المسلمين وما علينا إلا مواجهة الظروف الصعبة التي تفردها الظرورة مع ظروفنا لتخطي الصعاب ويتحقق النبو والإزدهار وفي سبيل ذلك يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار ما يأتي أولا أهمية العمل على تلاشي المنازعات بيننا أفرادا وشعوبا تحقيقا للاستقرار ثانيا العمل على توافر البنية الأساسية اللازمة لقواعد الإنتاج من طاقة ووسائل اتصال ونقل فنيا وإداريا وذلك امتسالا لقوله تعالى في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثالثا اتباع سياسات اقتصادية تؤمن رأس المال وتوفر حرية الانطلاق للأفراد والمؤسسات تحقيق مفهوم بصع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي ذلك الصدد ينبغي توجيه الأعمال بما يتناسب وطبيعة الأفراد فعلى سبيل المثال يوجه نشاط المرأة وفقا لبرامج الأسر المنتجة نظرا لأن زيارة الإنتاج لا تتم إلا من خلال زيارة عرض المنتجين ثم تكوين هيكل تنظيم يتولى أعمال التمويل والتسويق خامسا اتباع سياسات تمكن من أفراد المجتمع بدفعهم نحو العمل امتسالا لقوله تعالى في سورة التوبة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون سادسا الاهتمام بالعملية التعليمية لأنها محبر التكنولوجيا التي هي أساس النمو بالاقتصاد وتنفيزا لتوجيهات الإسلام حيث أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم السداد والتوفيق وأن يوفقنا لما يحب ويرزى آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة